تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا هذا اليوم من دولة السيد نارين درامودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة جرى خلاله استعراض علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها في جوانبها كافة واشاد جلالة الملك المفدى خلال الاتصال بتميز العلاقات البحرينية الهندية مؤكدا انها علاقات استراتيجية وقديمة وراسخة وتقوم على اسس قوية من المصالح المشتركة والاحترام والتفاهم ما جعلها نموذجا متميزا للعلاقات بين الدول الصديقة مثنيا جلالته على الدور المحوري والمؤثر الذي تطلع به جمهورية الهند على الساحة الاقليمية والعالمية واسهاماتها البناء في حفظ الامن والاستقرار وتعزيز السلام الدولي كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث اكد جلالة الملك المفدى حفظه الله ان مملكة البحرين تقدم كل الدعم والرعاية لكافة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ومن جانبه اعرب دولة رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على الدور الكبير لجلالته ودعمه المتواصل لتطوير وتنمية التعاون والدفع بمسيرة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وعلى الجهود الكبيرة لمملكة البحرين بقيادة جلالته للتصدي لفيروس كورونا واحتواء تداعياته وتقديم مختلف اشكال الدعم والرعاية والاهتمام برعاية جمهورية الهند في المملكة مشيدا بما تتميز به البحرين ومنذ عقود من تعايش وتنوع بين مختلف الاديان والثقافات